مرحبا حبايب مرحبا حبايب اشتركوا بخير طبعا اكثركم طلبتم اني فريكة الريد تدريبات تقوي لعبنا بالفايتات او بردة الفعل او اذا واجهنا الوعيب ما احترفين اليوم جايب لكم مهم تدريبات وكلها مهمة جايب لكم تدريبات الدوج والهيتشوت وهي بفاير وكل شي كل شي تريده موجود بهذا الفيديو حبايب قبل انا ادخل الفيديو اكو رابط قناة ولد سوي معلان و اتمنى لد قصره ميات اعرفون انه باب رزقي واني محتمد على هشي هذا فا اتمنى لد قصره مياه والولد جدا محترم ما شاء الله عليه وخلونا نوقف وياه وقلو له جيناك من طرف فريك الولد يحتاج تفوعل شوية فا اتمنى لد قصره مياه رابط قناةه باول تعليق وخليكم مياه الفيديو الشرح مشاهدة ممتعة بحبايب اول تدريب اللي رح انطيكم اياه هو تدريب الهيب فاير هذا التدريب راح يخليك تتمكن اول ما تبتع وراح تسيطر اذا انت اول من يرمي هاتشوت اكيد راح يكون الاوضلية لك وشوف اللي شغلة حاول تنوع بين السلاحين دائما الايكيا والعنفور اكثر شي الناس تستخدمين فدائما انت اذا اضبطت السلاح الاصعب راح يكون عندك السلاح اكيد اسحل مليار مرة وتقدر يعني بكل سهولة اي شي تريد تسوي بيه فدائما اضبطت السلاح الاصعب بلايكاي انه تسيطر على هاتشوت وع المسافات البعيدة شوف لي جرل هسنتي اذا اضبطت اذا انت ضابط عندك ومفتحت الاسكوب عندك بالهاتشوت تمام حاول تحول على هاتش لان شغلة لو حتى اي شي اي شي يكون صعب حاول التعود له هسا مثلا راح انطيكم شغلة شوف لي المسافات البعيدة بهي جو مكان تعرف اذا هاتش صعبة 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 شوف تحاول وظل تحاول الى ما اتمكن نفسك عليها صدقني اذا جرب اذا بس تدرب 10 دقائق 5 دقائق جرب ودخل كلاسك وشوف النزيج شون راح تكون ما احد راح يلحقي دمجك خلاص راح يكون الهيب فاير مالتك مخيف مخيف للدرجة ودائما تعرفون انه يكون الاساس ببنج وجهاز بس اذا انت هالشي ما متوفرات عندك تقدر بالتدريب تضبط كل شي شوفوا اليما التدريب الثاني اللي اكثركم يعاني من الدرج انه لو يسوي قدام لو يسوره ويطيح شوف لي شغلة هذا اعدل شي انه تقدر تضبط علي الدرج شوف لحس الدرج مالتيا الطبيعي ما يختلوا لو طل تمام شوف لي بس خطأت حاوت منظور شخص الاول بس اتحرك الجوستيك ثانية واحدة اللي ورا قبل لاحطيها تعيد مرة مرتينة ثلاثة اربعة لحد ما تضبط الدرج اذا انت ماطحت سويت الدرج تقريبا ثلاث مرات اربعة مرات الدرج ماتك راح يكون النار شوف لي هسه بالمنظور شخص الاول شفت الفرق شفت وين بالبداية وين بهسه فحاوت تدرب له مرة مرتينة ثلاثة لحد ما تضبط الدرج راح يكون الدرج عندك شي اسطوري وما راح يستغرق يعني من وقتك اذا انت تريد تقوي نفسك بالدرج تدرب من خمس دقائق الى عشر دقائق اما عندنا تدريب الثالث اللي هو اكثر كوم انت تحبونا اللي هو السرعة البيك اخوان كلكم راح تلاحظون انه ان اشقد قبل ما استعمل البيك وانه انت باطية باطية كلش لدرجة فهسه ارجع هسه ارجع على فيديواتي وشوف اشقد اشقد سريع بالبيك واشقد اختلاف هو السر هو هابع بتعرف ان اشقد اجي ادخل اتدرب يعني ابع هاشوف هاي قدامك اعتبر اخصم تمام واعتبر هاي ثاني اخصم انت بيق منها وبيق منها اشقد ما عندك يخلي يكون اصابع كلش سريع صحب بداي راح تتعب بس حاول حاول تبقى مرة مرتين ثلاثة اربع عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة تبقى هنا لحد ما شوق يتاخذ الشمرة هاي انتو تعرفون انتو تعرفون دائما البيك يكون شي اساس باللعبة وعندك اماكن مرة تحتاج البيك فحاول هنا تتدرب عشر دقائق ربع ساعة وشوف اللي بقد الفرق اما حاليا التدريب الرابع اللي اشوفه اهم شي بالفيديو كله اخوان هذا التدريب الشركة ما تخلي الحالة اتمنى انو بس تفهمون الشرح اللي راح تشيلكم اياه هذا التدريب عبارة عن كلاسيك تمام بس شنو اللي بي انو الدمج مالته يكون اقل بالكلاسيك بشوية لو بس تلاحبون شغله اول شي اول ما تبدي وتخلي خلي عليه تشوت فقط شوف لي انت تحدى نمسك انو اكمل كامل اكمل التحدي كامل بدون ما اهيل خلاص لو حتى دم يكون له ابصد شي ابصد شي هذا المثال ينطبق عليه بالكلاسيك اذا بشولي في سكواد او بشلك واحد او بشلك الاثنين وانت تدمك لو ما راح تقدر اتهيل فاذا انت هنا بتعود انو ما تهيل راح يكون عندك لو حتى انت ما مهيل دمك راح يكون عندك يزي يعني الخصم اللي بهاية بهذا يعني بهنا الشركة مخليته الدمج مالته مخيف يعني راح تشوفون طلقة واحدة ينزلك يعني يوصل مرحلة ثلاثة ومرحلة اربعة طلقة واحدة ينزلك اما انت الدمج مالتك يكون بيبطئ شوية عن الكلاسك لان انت ترمي فقط بس يتشوت عرفت شغله فبس يفولوا هذولي اشقد الفارغ وحاول شغله انو من تدخل التدريب انو من تدخل التدريب خلي يكون لعبك نفس لعب الكلاسك يعني مو انو يختلف وتلعب بدون سحب لا لا اعتبرهم لوعي بكلاسك وتسحبهم مثل ما شفتوا بهاي اللغطاني دميلو واني سحبتهم يعني ليش حتى بالكلاسك انو يعني يتعمد انو ابوش عمدة واني دميلو فمن تضبطة هنا تقدر تسحب اللاعب بالكلاسك سيصر عندك كل شي ايزي فهذا مقصد للكلام انو تطبق لعب الكلاسك هنا وراح تشوف شغل فرق لان هذول كلش دمجهم قوي يختلف عن دمج الكلاسك وده اشوف اكثر التعليقات انو فريك شنو افضل شي لزر الحركة وافضل شي الحساسية حباي بزر الحركة كاني تجربتي اللي هو جوستيك اشوفه احسن شي مية وخمسة عشر سيكون يفيدك بالمستودع وبالكلاسك اما اذا انت لاعب ايباد بقى شي امك تحب يكون الجوستيك اصغر او اكبر والحساسية حسب انت وجهازك فالافضل تشوف واحد يعني ينصحك بالحساسية مثلا حساسيتي انا مخليها مية وعشرين للجميع اللي يلعبون بالستودع كلاسك اما شوفوا لي هذا اللي اقصد لكم به شو خلصت المرحلة الأولى ومرحلة الثانية ولي المرحلة الثالثة اجد يختلف دمجهم يعني ما لحقت ما لحقت اشوفهم طلقة قبل انا معيد فهذا اللي اقصد لكم به انه هذا التدريب راح يغيرك يغيرك مية وثمانين درجة بدمجك بالكلاسك فتمنى تدخلون عشر دقائق وربع الساعة هنا يعني انت مالع تخسر شي اذا انت تريد تغوي من لعبك شوفتو ما لحقت حتى افتح السكوب فهما ننطلق التدريب الخامس اللي هو اكثر الناس استغريبا يعني تحبونا اللي هو ردة الفعل فاهنا تقدر تجي خمس دقائق ربع ساعة يعني تدرب لك على ردة الفعل اذا احد تغدرك او شي هذا تدريب بسيط واتمنى لا تنسونا اللايك والاشتراك ونلتقيكم بالفيديو الجاي اوعدكم راح يكون نار مع السلامة